اشتركوا في القناة اخوانا عزاق علامات الخير والرزق في المنام كتيرة جدا وما نقدرش نقولها كلها لان طبعا دي علامات كتيرة جدا وطبعا اي شيء كويس في المنام واي شيء مبهج واي شيء مفرح واي شيء نحس بفرحة به في المنام اعرف على طول ان ده رزق اليك ان شاء الله اخوانا عزاق اوضح شيء بسيط جدا بخصوص الرزق الرزق مش شرط اموال الرزق ممكن يكون زوجة صالحة او زوج صالح او ولد صالح رزق او اب صالح ليك يكون رزق يعني مش شرط ان انت عشان خاطر تحصل على رزق يبقى تحصل على اموال اي حاجة في حياتك تكون كويسة ده رزق ليك يعني رزق مقدره ليك ربنا سبحانه وتعالى انك تتعلم في مكان كويس اه ده رزق ليك انك تلاقي نفسك تولدت في مكان كويس وبيئة كويسة ده رزق ليك انك تلاقي نفسك مثلا اه ناس بتساعدك وبتقف جنبيك في بعض الامور الصعبة او بعض المشاكل او بعض الاشياء اللي هي بالنسبة الناس تانية اه مصايب وتلاقي ناس بتقف جنبيك فيها ده رزق ليك يعني كل الاشياء دي رزق مش شرط ان الواحد يشوف مثلا ان هو هيحصل على اموال يبقى الرزق اموال فقط لا الرزق حاجات كتيرة جدا اي حاجة اه نقدر اه نساعد بيها او حد يساعدنا بيها ده رزق ان شاء الله اول علامة اخوان عزائي بتدل على الرزق رؤية عطاء الميت في المنام عطاء الميت هو انت تشوف ميت في المنام بيعطيك هدية او بيعطيك اموال او بيعطيك اكل او بيعطيك شرب او مثلا في بعض الاحيان بتلاقي الميت شايل طفل مثلا ويجيبه لك اعرف اخ الكريم واخت الكريمة ان دارز اليك ان شاء الله هتحصل عليه بازن الله تعالى كمان اخوان عزائي زراعة الارض ان الشخص يشوف نفسه ان هو بيزرع ارض في المنام او واحدة بتلاقي نفسها ان هي بتنكت بيزرع في المنام ده رزق ان شاء الله ورزق باذن الله حاجة حلال وغالبا بتكون رزق في الاطفال او الانجاب والله اعلى واعلم كل ما تلاقي نفسك بتزرع في الارض بزور او بتزرع اشجار كل ما كان الرزق بيدل على الانجاب ان ربنا ممكن يرزقك بالزرع الصالحة ويكونوا صالحين نافعين باذن الله تعالى كمان اخوان عزائي سقية الارض انك تشوف نفسك بتزق الارض ده رزق ايضا اه كمان لو بتلاقي نفسك ان اللي بتحصد محصول في الارض ده رزق ان شاء الله ايضا رؤية فتح الابواب المغلقة في المنام انك تشوف مسلا ابواب قدامك والباب بيتفتح قدامك ده حاجة كويسة جدا بتدل على تيسير امور صعبة في حياتك يعني كل ما يبقى قدامك باب وتلاقيه بيتفتح يبقى كان عندك موضوع متعطل وان شاء الله ربنا هيفرج عليك وهيتنصلح الاحوال وهتسير الامور للاصلح ان شاء الله كمان رؤية فتح الابواب بالنسبة للنساء بشارة الى حصول الامنيات وتحقيق الامنيات وممكن اشارة الى انجاب او زواج ان شاء الله كل مكان مثلا عندك باب وتشوفه مفتوح دارز ان شاء الله كمان لقيت شخص بيخبط على بابك وانت بتفتح الباب والشخص ده بيعطيك شيء دارز ان شاء الله كمان اخوان عزائي رؤية ان في ابواب الشبابيك والبيبان بتاعة البيت مفتحة دي حاجة كويسة تدل على ان في خير قادم للرأي ده سواء كان رجل او امرأة ايضا اخوان عزائي رؤية النهر الجاري في المنام انك تلاقي نفسك بتشرب من النهر الجاري ده في المنام ده رزق هتحصل عليه ان شاء الله ورزقه حلال باذن الله كمان انك تلاقي نفسك بتغتسل في النهر الجاري دي علامة على اصلاح الاحوال علامة على انتهاء المشاكل علامة على انتهاء الهموم رؤية المياه نفسها وهي بتجري كده في المنام ده حاجة كويسة خير قادم ليك والله اعلى واعلم ممكن يكون بسبب مسلا مشروع هتخش في مشروع مسلا المشروع ده هيربح معاك ممكن تكون مسلا شراكة بينك وبين شخص وان شاء الله هتحصله على خير من الشراكة دي كمان ممكن تلاقي مسلا اه انت محتاج لبعض المساعدة فتلاقي الناس اللي تساعدك في بعض الامور الصعبة في حياتك اي شيء انت مسلا مش قادر تحله او مشكلة هتلاقي الناس تساعدك فيها ان شاء الله من خلال انك بتشوف نهر والنهر ده مياه عزبة والنهر ده صافي ومياه بتجري كده في المنام ده حاجة كويسة جدا ويفرج قريب ورزق سواء اللي شاف الرؤية رجل او امرأة او فتاة عزباء او امرأة مطلقة كلهم ان شاء الله هيحصلوا على امنيات بإذن الله تعالى. كمان اخوان عزائي رؤية الفواكه في المنام. وهنا يا اخوان عزائي ما بنشتريتش فاكهة واحدة بس. كل الفواكه خير. كل الفواكه باذن الله حاجة كويسة في المنام. وخاصة كل ما الفاكهة كان طعمها مسكر وحلوة. كل ما كانت الحاجة اللي جاي لك ان شاء الله هتفرح بيها اكتر. كل ما كانت فرحتها اكبر. آآ كمان رؤية ان انت بتجمع فواكه من الرؤية الجميلة جدا التي ده دل على الخير القادم لك وعلى الاخبار الصارة لك. ولو شفت نفسك مثلا بتاكل الفواكه يبقى في اخبار حلوة قادمة سواء اللي شاف الرؤية رجل او امرأة او فتاة او ارملة او مطلقة. كل اللي يشوف نفسه بيأكل فواكه ده خير ان شاء الله. وطبعا زي ما قلنا الرزق انواع كتيرة. الرزق مش شرط اموال. الرزق مسلا ممكن يكون في الاولاد. الرزق ممكن يكون في الزوج. الرزق ممكن يكون في الزوجة. كذلك الامر الرزق ممكن يكون في الناس المحطين بك. كذلك الامر ممكن يكون الرزق في المكان اللي انت اتولدت فيه او نشأت فيه. يعني آآ يعني عزاكم الله الناس اللي هي بتتولد في مكان بيئة نظيفة بيئة كويسة. غير الناس اللي بتتولد في اماكن فيها حروب وفيها مشاكل. آآ اعزكم الله. كمان اخوان العزاء رؤية الانجاب في المنام انك تشوف نفسك مثلا اه ربنا رزقك بمولود وانت مبصول به وسعيد به. يعرف على طول ان ده رزق قادم ليك وان شاء الله هتحصل على رزقك في القريب العاجل بازن الله. كذلك الامر لو واحدة ولقت نفسها ان هي بتنجب او عندها طفل صغير. ده خير قادم ليها ان شاء الله. وكل مكان الطفل شكله كويس وحقيقته كويسة. ده خير بازن الله هتحصل عليه. رؤية الجموس في المنام. الجموس اخوان العزاء معروف من الحيوانات الكويسة اللي هي مستأدفينها. وبنستخدمها في الزراعة وبنستخدمها في اه ان احنا بناخد اللبن بتاعها وبنستنفع بيها. فلما نشوف هنعرف ان دارز ان شاء الله وخير قادم وبركة قادمة للشخص الرائي بازن الله تعالى. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار. وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.